تطبيق بيحوي على عشرات الفلاتر وعشرات البريستات اللي فيك تستخدمون من خلال التطبيق نفسه تحطن على صورك لتكون أجمل أو تاخد هاي البريستات وتدخلها على برنامج اللايترو مع الكمبيوتر أو على الجوال من خلال هذا التطبيق رح تحصر على فلاتر وبريستات جميلة جداً لحتى تعمل صورك من صور عادية لصور جميلة وألوانها زاهية وبتناسب الصورة اللي انت صورتها خلونا نتعرف هذا التطبيق مرحبا يا سعداء وقتكم المحمود الجبني مورا الكاميرا زوجتي راما طحان نحصلنا على أفلام عما نحاول فيدكم بهذه المعلومات القصيرة والسريعة يعلم صناعة الأفلام وعلم الصوت والصورة هاي الحلقات يلعب تيجي ضمن سلسل السينما تيك يلعب تيب إنتاجهم من قبل فريق قوميرا فريق قوميرا فريق فني بقدم نكون خدمات صناعة الفيديو والإعلان التجاري وكل ما يتعلق بالإنتاج المرئي من الألف لليار أما موضوع حلقتنا اليوم يا أصدقاء مثل ما حكينا عن تطبيق جميل وبسيط بيحبي على عشرات الفلاتر يلي فينا نحط على الصور بشكل مباشر عن طريقة التطبيق ونعدل الصور بطريقة سهلة وسليسة وسريعة أو ناخد هاي البريستات هاي ونربطها ببرنامج Adobe Lightroom Adobe Lightroom في منه تطبيق على الجوال وفي منه تطبيق على الكمبيوتر لكن يوم بدنا نحكي مباشرة كيف منعدل على الصور من خلال هذا التطبيق بس وبحلقات قادمة رح نحكي كيف نطالع هاي البريستات كيف نطالع هاي الفلاتر ونربطها بالLightroom ونعدل الصور عن طريق الRightroom إليه ويعتبر أكثر احترافية لكن هذا التطبيق بأدي الغرض للشغل السريع تحط صورك وتحط الشي صورته مباشرة تحط الفلتر تعدل عليه شوي تعدل على المؤثرات شوي وتخرجه مباشرة لإستجرام أو لحتى تنشره على السوشال ميديا المنصة يلي بتناسبك وطبعا أصدقائي بدي أحكي شغلي اليوم بتعنييلي كتير اليوم أول يوم إلي بعامي بـ 29 كل عام وأنا بخير حبي شارككم هاي اللحظة لأنه بتعنييلي كتير ويعتبر هذا العام كتير مهم بالنسبة إلي لأنه يعتبر آخر عام إلي في سن العشرينات وبعدين رح نصير من جماعة لثلاثينات بعد أقل من سنة أو سنة إلا يوم وبتشكركم بتشكر وجودكم معنا بهي القناة وبتشكر وفاقكم المستمر وعطائكم المستمر إلينا من خلال دعمكم المستمر للحلقات وأيضا للمعلومات هذا بدل أنه أنتوا من محبين العلم ومن حبين التطور سننتقل لهذا التطبيق ونتعرف على دخلاته وطلعاته وكيف نعدل الصور عن طريقه هذا هو تطبيقنا أصدقائي بفتح بهذا الشكل اسمه كولورو ومثل ما هو مكتوب فيكن تحطوه بالمتجر التطبيقات عنكن إن كان أندرويد أو إن كان آيفون أو شو مكان موبايلكن وبطلع لكم بهذا الشكل اسمه مكتوب على الشاشة قدامكم طبعا بطلع لنا بهذا الشكل يا أصدقائي التطبيق فيه قسم مجاني وفيه قسم مأجور جربوا القسم المجاني في حال عجبكم وفي حال أعجبتم فيه اشتروه خلونا نطلع ببداية على الأسعار مثل ما منشوف إنه بالسنة كلها سعره 70 ليرة أي ما يعادل تقريبا 5 دولار لكن القسم المجاني فيه فيه بريستات حلوة وفلاتر حلوة فيكم تستفيدوا منه وتشربوا هاي الفلاتر والجربوا هاي الفلاترات والجربوا هاي البريستات وتشوفوا شو النتيجة تبعية التطبيق هل بأدي الغرض لكم ولا لا إذا عجبكم وإذا عجبكم اشتروه لأنه دوما شيء مميز والجميل ما بتلاقيه مجاني بشكل كامل وطبعا أصدقائي قسم المجاني فيه هو فري منفوت لهون منشوف مثلا كولورو منفوت منلاقي سبع بريستات موجودة فيه للتعديل شايفين كيف الألوان بتصير مجرد ما حطيناها على الصورة بتصير بهذا الشكل أو في عنا مثلا للطعام تصوير الطعام أو الفلاتر البيضة منشوف كيف التعديل تبعه أو تصوير المنتجات مثل ما منشوف هو لتعديل تصوير المنتجات بشكل أخاص منشوف أيضا فلاتر خاصة بتصوير الطعام مننزل أيضا لتحت للإنستجرام يعني إذا بك تصور صورة الإنستجرام فهي فلاتر مجانية حتى تحطها على صورك على الإنستجرام وتطلع بشكل جميل وساحر مثل ما منشوف الألوان جميلة جدا جدا يعني أنا سحرت بهذا التطبيق صراحة مثل ما أنا شايفين ألوان كيف مننزل لتحت أيضا لانسكيب يلي هو فلاتر خاصة بالطبيعة منشوف كيف عنا فلاتر كتير متنوعة لتصوير الأماكن والطبيعة مننزل أيضا لتحت يا أصدقائي بلوجر هون عنا بلوجر عنا لتصوير شخصيات وتوثيق اللحظات يعني أيضا تحت البيت يلي هو لتصوير الحيوانات أو لتصوير حيواناتنا الأليفة منشوف فلاتر كتير جميلة للقطات للكلاب لاكتر من شكل وأيضا تحت عنا هون انيستا ستايل أيضا لإستعراض الملابس واستعراض الشخصيات عن طريق الإنستجرام منشوف فيه 8 بريستات هونج كونج أو فلاتر هونج كونج متما منشوفها هي بتكون ميالة للأحمر والأسود كتير بحب هذا النوع من الفلاتر بالتصوير الليلي بيطلع ساحر جدا منشوف كيف الأضواء المدينة كيف جميلة جدا طالعة بهذا الشكل مننزل أيضا لتحت في عنا البلاك أند وايد فلاتر جاهزة للأبيض وأسود نشوف أكتر من نوع متنوعة جدا في عنا أيضا تحت كولومبيا عنا أيضا هيروس أوف إكوادور أيضا في عنا فيهم بلتنين كل واحدة من فلاتر منشوف عنه هون 16 بريستات هاي البريستات موجودة هون بشكل مجاني على هذا التطبيق كيف أنا بدي جيب صورة من استيديو وعدل عليها مباشرة على هذا التطبيق بكل بساطة بضغط على زر زائدي اللي موجود تحت وبجيب صورة من استيديو خلو نجيب صورة أنا جبت أنا هاي الصورة وبشارة تطلع عندي بهذا الشكل يا أصدقائي منشوف تحت عنا هون كل الفلاتر المتاحة موجودة إذا شفنا هاي الإشارة الفوق ما أتى هذا الفلتر بده شيراء بينما الموجودين هون رقم وحرف ويكون مجاني مثلا هيك شايفين كيف في عنا فلاتر متنوعة من هون نقدر نخفف الفلتر أو نزيده نمشي هيك مثلا البلوغور أيضا مرينا عليها من شوي نشوف كيف تغير عندي الفلاتر بشكل مباشر أو بمشينا هون بلاقي هون كونج أيضا مش شفناهون من شوي بتغير عنا الألوان بشكل مباشر تتعدل عندي الصور مباشرة أيضا فيني يمشي هون لنفروض اخترنا هذا اللون فينا نخفف شوي الفلتر عن طريق هذا الشي هون بعدين ننتقل لمرحلة بعدها نجي لهون يلي هي منعمل شوية مؤثرات وشوية فلاتر وشوية حركات على الصورة نفسها لنجرب هيك مثلا شايفين كيف عمل لي هاي النقاط أو فينا نعمل هيك أو نعمل هيك أو نعمل هيك كتير جميلة هاي الحركات الموجودة بهذا التطبيق أو مثلا هيك مثلا إضواء أو هيك شي مناسب لصورتكن أما الخيار البعده هون هون عنا تعديل الألوان وتعديل التفاصيل بشكل يدوي في عنا مثلا هون الإضاءة والويت بلانس وعنا هون تعديل الألوان بشكل يدوي وفي عنا هون ديتلز بالديتلز فينا نزيد الشارفنس أو نزيد الحدة بين الصورة يعني مثلا هيك منشوف كيف صارت أكثر حدة شايفين كيف صارت أكثر حدة الصورة أيضا فينا نحطها بالشكل بالنياف في عنا البلور في عنا خيارات تانية ممكن نعمل أوكي في عنا موشن مثلا نعمل هيك شايفين حددت أنا شخصية نشوف أنا صرت واضح والخلفية صار فيها مثل حركة ومثل موشن نقول له اوكي في عنا ايضا افكتات فينا نضيفة مثلا هيك ايضا فينا الروح على هذا الخيار التحت هو الكروب يعني فيني أنا مثلا قل المساحة الفوق راسي شوي أعملها هيك بهذا الشكل وقول له اوكي بصير عندي الصورة بضغط اشارة الصح وبصير عندي مباشرة بالاستيديو ببساطة هذا هو التطبيق بتوقع هذا التطبيق بفيدكن كتير لحتى تعدلوا صوركم بشكل سريع مجرد ما صورتوا صورة بالشارع او صورتوا صورة برحلتكم بتعدلوا على هذا التطبيق بفلاة الجهازة وبتعديل سريع وبتنزلوها مباشرة عن انستجرام او المنصة اللي انتو حابين تنزلوا عليها بتمنى كون فدناكم بهي المعلومات القصيرة والسريعة اصدقائي في عالم الصوت والصورة وتحديدا حكينا عن هذا التطبيق يلي فينا من خلاله ناخد بريستات اللايترو او نعدل الصور مباشرة عليه هذه الحلقات اللي عبت يجي ضبن سلسلة سينماتيك اللي عبتم انتاجها من قبل فريق كوميرا فريق كوميرا فريق فني بقدمكم خدمات صناعة الفيديو والاعلان التجاري وكل ما يتعلق بالانتاج المرئي من الالف لليا انا محمود الجابلي ومن ورى الكاميرا زوجتي رامة طحان نحصلنا افلام عم نحاول فيتكم بهي المعلومات القصيرة والسريعة في عالم صناعة الافلام وعالم الصوت والصورة فبحييكم وقولكم سلامات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة